أكد الخبير الأمني صفاء العسن في تصريح لرشيد أن حصر السلاح بيد الدولة كان من أولويات برنامج حكومة الكاظمي مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سيطرة مركزية على السلاح حتى لا يربك أمن العراق والمؤسسات العسكرية كان أحدى أو أولى الشروط الخاصة بالسيد الكاظمي فيما يخص برنامج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة هذه المشكلة هي قائمة كانت منذ عام 2003 بعد سقوط النظام ولهذا لاحظنا إلى أن هناك خلل كبير والخلل بصراحة ابتدأ بالتصاعد كنا نلاحظ عمليات تجاوز على الدور كنا نلاحظ عمليات اختحام بسيط الآن الموضوع تطور أصبح السلاح من خفيف إلى متوسط من المتوسط إلى أعلى بالتالي أصبح الموضوع وراءه جهات تستحوذ على كميات من السلاح ممكن أن تأتي من خارج الحدود أو تصل عن طريق جهات من داخل الحدود وهذا الموضوع خطر جدا يجب أن يكون هناك سيطرة كلية على السلاح إذن إحدى الأهم النقاط الخاصة ببرنامج الحكومي السيد الكاظمي أول خطوة الأولى لغرض يعني إعطاء الأمان إلى الشعب العراقي لغرض إعطاء الأمان إلى الدولة أو البرنامج أو المجموعة الوزارية الخاصة بالسيد الكاظمي هو أن يكون هناك سلاح في الدولة يجب أن يكون هناك سيطرة مركزية على هذا الموضوع وإلا ليس بالمعقول أن يكون عمليات ضرب إن كانت على مستوى مطار بغداد إن كانت على مستوى استفارة أمريكية أو المنطق الخضراء هذا الموضوع يعني يربك كثيرا يعني يربك حركة المواطن يربك أمن العراق يربك المؤسسة العسكرية